بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في كورس Foundations Engineering 1 إن شاء الله هنبتدي النهاردة في Chapter 4 اللي هو Strip Footing أو الأساس الشريطي النهاردة نتكلم على Part 1 وهو Definitions مبدئيا The Wall Footing Are used to support Structural Wall That carry loads For other floors Or to support Non-structural Wall يعني إيه الكلام دوت يعني أنا لو عندي Wall هنا هوت وعليه أحمال من المنشأ نفسه فمقدرش أعمله عندي Wall بالشكل ده مقدرش أعمله Isolated Footing اللي إحنا خدناها في الشبتر السابق أما اللي بنعمل إيه؟ بنعمله Footing بطول الوال نفسه يعني إنت لو خدت Cross Section هنا هتلاقي أدي الفوتين بتاعتنا اللي هي Strip Footing وده الوال بتاعي وده الوال بتاعي والحمل بتاعي بيبقى كيلو نيوتين على الميتر أو Tom على الميتر Run والحديد الرئيسي بتاعي بيبقى هو اللي في الاتجاه القصير ده والحديد التاني بيسموه الحديد السانوي أو الحديد الطولي زي ما أنت شايف أنا عندي حيطة هنا فعشان أصممها بتخيل أن أنا خدت شريحة عرضها واحد متر وببتدي أصمم Footing لدي البيب بتاعت الplane concrete ودي البيب بتاعت الreinforced concrete والتيب بتاعت الplane concrete والتيب بتاعت الreinforced concrete زي ما هنشوف في الأجزاء القادمة إن شاء الله بس عايزك تتخيل أن أنت لما بيبقى جايلي الأحمال على الوال فبتبتدي والرد الفعلي بتاع الصويل هنا يبتدي التشرخ يحصل هنا نتيجة الشد في الخرصانة فالحديد بتاعه زي ما أنت شايف محطوط في الاتجاه القصير النوع السابق اللي احنا شفناه كان اسمه Strip Without Beam لكن في بعض الحالات لما لقي أنا عندي بعض الأعمدة متقربة مع بعضيها بالشكل ده بنعمل ايه؟ بنعمل لها Beam تمسكها من تحت وبعدين أحط القعدة تحتيها دي اللي بيسموها ايه؟ Strip Footing Strip Footing With Beam لكن اللي فاتت كانت ايه؟ Without A Beam واللي احنا بصددوا في الترم دوت ان شاء الله هو Strip Footing Without Beam دي اللي احنا هندرسها في الأجزاء القادمة ان شاء الله شكرا فهصف قليلاي سيسموها من جد المشا Ой